دي إمام عشور خدفنا اللي عايب في مقات المعض علشان إمام عشور رغم رغم انه هرجع وقولك نفس الجملة اللي بقولها الحد ما يوصل للفورم اللي احنا بنتكلم عليها لسه ما وصلتش الستين في المية حتى من امكانياته كل اللي بيقدمه ده هو لسه ما وصلتش الستين في المية مارا بيطلع نام من بق لسه 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 لما اللعيب يكون عنده بامكانياته انه قادر يشتغل والنهاردة علشان افشا كان موجود في الملعب كان بيشتغل من مور دي بوزيشن يعني من مكان اعمق شوية في الملعب تحت شوية فطول الوقت هو بيقدر يشتغل من تحت فكاشة في الملعب بشكل اكتر طول الوقت هتلاقي انه امام عشور عنده القدرة انه يطلع على الجناح بص امام ما عندهش مشكلة بص هنا امام طالع مفروض في العمق الراجل اول ما كرة تيت راحل هيدخل على الجناح ما عندهش مشكلة هروح ياخد راجل الجزاء دي واحدة اللي بعديها الكرة لما عمل الباصل الاولاني اللي جبناها هتيجي الحالة دلوقتي اللي راح فيه وسام انفراض وشلع الحارس اول اربعة دقايق وعملها بالقدم اليمنى مؤدي الراجل انفراض بالقدم اليمنى اللي بعديها الراجل عمل الجنب تعرضها السليم بالقدم اليسرى اللي هي القدم الضعيفة بص هنا امام موجود فينا كريم موجود هنا في مركز الجناح الراجل ما عندهش مشكلة يشتغل تحت في مركز تمانية يشتغل دبل بي بوت احيانا في لما كون الكرة مش مع النادي الالي او يشتغل حتى احيانا كان بلي ميكر ويعمل هو عملية صناعة اللعب من خلال الشكل المختلف مش شبه محمد مجدي افشى بشكل مختلف عن اللي كان بيقدمه فانت بتتكلم على قدرات خاصة عند امام عشور مش موجودة في اي لعيب تاني موجود في وسط الملعب في مصر لكن الاهم من ده كله ان امام عشور نفسه لسه بستين سبعين في المية بكل اللي بيعمله ده امام عشور وهو بالستين في المية احسر لعيب في مصر في مركزه لكن امام عشور بشوية انه الرتم بتاع الاهلي وده الاهلي عموما كان فريق بيطلع هو قد لايه بيقدم حاجات اكتر بكتير من اللي كان بيقدمها الفترة اللي فتت في لقطة قبل ما نروح للشريف كان طهر محمد طهر بيبكي في نهاية المباراة وسط تقلق لكريم فؤاد كمان في هذه المواجهة المكان اللي كان مفودي يبقى موجود في النهار ده كريم فؤاد في غياب بيرسيتاو رأيك ايه في اللي قدمه كريم فؤاد وتعليقك اخد تعليقك كمان الشريف على لقطة طهر محمد طهر كريم فؤاد هو ده اللي بدول عليه بقى له فترة هو راجل بيجيد جدا مهاجمة المساحة راجل خفيف الحركة سريع الجيم ساعده النهاردة بشكل كبير هو الراجل شايف انه كان نفسه ياخد فرصة المطش مفتوح يقدر انه يعمل حاجة فترة الفاتمة كان غير موفق لكن انا ضد الفكرة بتاعي انه طهر محمد طهر ليتجاعة ما بلعبش طهر محمد طهر من اكتر لعيبة اللي استخدمها ليه الاهلي طول الوقت طول الوقت عنده اج على المنافس سواء في افريقيا سواء في مصر سواء ايه حاجة علشان في ما يسمى ما بين قصين كده قط اللبس اللي بتتقال كتير جدا والناس مش عارفة معناها قص اللعيبة لأ بتتظاهر اللعبة بتمثل معناك كام لقطة نشوفهم بطلهم بالنسبالي هو النادي الاهلي مش بطلهم لعيب الاهلي بيكسب بقى ايه حد علشان الروح اللي موجودة ما بين اللعيبة علشان الشكل اللي موجود ناس كانت بتقول اصل فلان اصل علام بيه تظاهر بدا حمول عبد المالي مكاربا كان عنده ازمة انت سألتيني فيها الحلقة اللي فاتت قلت لك انا ضد الفكرة وانه كان لازم يسافر النهاردة انه التزم وتواجد الصبح في مراه المستبع دي بعدين يجي بالليل يتواجد مع اللعبين بالحالة والشكل اللي ظهر عليهم لو الحالات موجودة نلحق الصور موجودة نلحق نعرضها وبعدين الحالة اللي ما بين وسام ابو علي ومودست سواء بعد تسجيل مودست او بعد تسجيل وسام او حتى الكلام اللي بعد المباراة ده كان الكلام قبل المباراة كريم وكلام ما بين الشتين عفوا كلام كهرباء المودست على طول قبل ما يدخل والروح اللي موجودة ما بين مودست ووسام بعد ما اسجل الحالة اللي موجودة والكلام اللي ما بين اللعيبة وحاسين باهميته وكهرباء وهنا بكلمك على حالة نفسية اللعيب الراجل قال له انت فرصتك معي هتقل وانا بحقيك يا كريمة على كلامك اللي انت قلتهم برح وده اللي حصل بالضبط حرفيا يعني ان الراجل هو ما استبعدوش ولا اي شيء هو قال له فرصتك هتقل فده لعيب بيقول له فرصتك هتقل الاتنين المهاجمين اللي في الملعب سجلوا الاتنين المهاجمين اللي موجودين في القائمة على حسابه سجلوا سواء أسامة أبو علي أو مودست وده الحالة بتاعت اللعيب ومسندته الباقي زميله عشان كده الاهلي طول الوقت الفرقة بلغة الكرة مسكة نفسها وقط اللبس مسكة نفسها لحد بعيد ده اللي بيخلي الاهلي النهاردة وغيب عنه تمنى على نصر منهم سبعة أساسين بيكسب بمنتازه حلوة حلوة اللقطة دي